الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أوجه الرئيس عبد الفتاح سيسي بالتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتعامل الفوري مع مختلف بلغات الطوارئ والأزمات والأحداث الطارئة كما وجه رئيس سيسي خلال اجتماع النام مع قائد القيادة الاستراتيجية وعدد من المسؤولين وجه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس سيسي اطلع في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية والتي تعد من أكبر منظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد أعلن منصق العام للحوار الوطني دياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه التاسع والعاشر اليوم بمقرر الأكاديمية الوطنية للتدريب وضف رشوان أن مجلس أمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعيه بياناً يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم أعلن لا كرمن أن الرئيس الروسي سيعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي اليوم وذلك لبحث تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم كييف بارتكاب عمل إرهابي عبر التدبير وتنفيذ الانفجار الذي ضمر جزئياً سبت جزء أو جسر القرم الرابط بين روسيا وشبه الجزيرة وكانت كييف هددت مراراً بضرب الجسر الذي يستخدم لنقل الامدادات إلى قوات روسية في أوكرانيا أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة كانت اختبارات نووية تيكتيكية أشرف عليها الزعيم كيم جونج آن رسمياً وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التيكتيكية نظمت تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر إلى 9 أكتوبر بهدف اختبار والتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن توقيع 11 اتفاق تعاون مع فرنسا تشمل مجالات مختلفة شاركة في دورة رئيسة الحكومة الفرنسية التي وصلت الجزائر رفقة 16 وزيراً من حكومتها في زيارة تستمر يومين وأكد عبد الرحمن أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق العلاقات الثنائية المتميزة لا سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للجزائر في أغسطس الماضي تواصلات الإدرابات التي نظمها الاتحاد العام لاتحاد العمال في فرنسا بمصاف النفط الرئيسية مما أدى إلى نقص الإمدادات بحوالي ثلثي محطات الوقود ويطالب المضربون بأجور أعلى لمواجهة التضخم القياسي الذي رفع تكلفة المعيشة في البلاد ومن جانبه دعا رئيس إمانويل ماكرون مواطنين إلى الهدوء والتحلي بالمسئولية من أجل وضع حد للأزمة ختام مجزء الثامنة فاصل ورود لحظاتكم من استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر